كشف وزير العمل علي الغزاوي عن إحالة عدد من القضايا إلى المدع العام وموظفين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبين في بيان صحفي اليوم أنه تمت حالة 84 قضية إلى المدع العام و22 موظفا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من موظفي الوزارة ممن ثبتت عليهم تجاوزات مالية تتعلق بالمال العام وفي إطار آخر أشار إلى وجود مليون ومائتي ألف عامل وافد ومن يحملون التصاريح 300 ألف عامل وعن أعداد العمال السورية قال الوزير إنه يوجد 150 ألف عامل حصل منهم 33 ألف عامل على تصاريح مجانية وأوضح أن الخلل الذي طال تنظيم العمالة الوافدة على مدار سنوات والتراخي في ضبطها جعلها تحل محل العمالة الأردنية